السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامودي هدنا ان شاء الله نقدموح الحلقة خاصة بالتهاب العرقوب هو في حقيقة دوا في المنطقة دينا كيستعملوه بزاف وبغيت نشارككم اياه هو دوا بسيط سهل ايه كما كتعرفو ان ارتهاب العرقوب كيجي من... من تقل يعني الله كان الارنب يعني اسمين بزاف ممك انه يجيه ارتهاب العرقوب اه ارتهاب العرقوب وهو احد الجروح كتجي على مسأنا لا نعديش هاد الحالة ولكن حاولت ان انا قادي نفسر لكم كيفاش تتعاملو مع ارتهاب العرقوب وما هو ارتهاب العرقوب التهاب العرقوب بالدرجة كي تقول له واحد الأرنم معرقب وهو الأرجل الخلفية دياله كيكونوا يعني فيهم واحد الجروح تكي تنتق منهم يعني الشعر ديالهم وكيولدك الجروح بارز باين إذن هذا الجروح بالنسبة للأنثى ما كتكون مزيانة لأنها ما كتقش مراقبة الصغار ديالها ما كتولدش مزيان كتكون ديما فيها الحرارة الحرارة يعني في الجسم ديالها بالنسبة للذكار ما كيبقىش يلقح لأنه الظكار كيبقى يطلع فوق الأنثى من يكيبغي يطلع ويقوم بالعملية التزاوج دياله أنه كيدروا هذوك الجروح اللي عنده في الأرجل الخلفية دياله وبالتالي أنه ما كيلقعش إذن يعني الناس اللي بغوا دواء معروفة بلو دو ميتيلان وحد رشاشة زرقاء الناس اللي ما عندهم شي إمكانيات أنا ديما كان هذا المشاريع ديالي مع الناس الفقاراء اللي ما عندهمش اللي بغين يطلعو هذو الأرانيب ديالهم يعني بوحد طريقة يعني بسيطة ويربحوا منهم لما لا إذن كين الناس اللي غادي بقوا ديروا يعني غل يعني نقولوا مثلاً دماضات مثلاً غادي يشد هذوك الجروح ويدلوا واحد فاصمة مثلاً ويخلي هذوك الجروح تيبرع على خاطر هذه القادية هي كينه ولكن الناس كيفاش يستعملو هنا يا كOld Onun Waslin هنتو ما WASlin pect ASlin العادية اللي كدير في الرجلين ولا كدير في ليدين إما ديال الحماض ولا ديال ديال الوردة كنمعارفين إنتو ما يا فاصلين رما كانين بز dedicated المهم أنه أوكا يدير هاد Department Laz contains �ienstم كيدير هاذ فاصلين هاد هاد البماضا هادية ههاتم هندما منكديرها يعني كتionen كت konseتببواemu ليونة في الجلد هنا يدهن بها الأرجل يعني البلاصة فين كين الجرح سموك يوقع أن هذا الجرح أولا كيولي ليين ما كيقصاح وكيبقيت جرح ديما ثانيا أنه كيولي بعيد عن الهواء الهواء وكذلك الجراتيم تقولوا لي أنتم لا يمكن أن تكون بعيد عن الجراتيم ولكن كيولي ليين كونوا متأكدين أن الهواء والبرد ممكن أنه يكون القفص ملوت ممكن أن تديروا منها غيش ويراء عامرة كلها لذلك كونوا متأكدين أنه كونوا متأكدين أنه مع المدة كيولي هاداك الجرح كيتكون واحد طبقة ساميكة فوق منه إنه واحد سيدة جرب هاد القادية هادي أنا ما نجربتاش ولكن بغيت نشارككم لأن هادا العبوة هادي كتير خمسة درهم ممكن أنكم تديروا منها غيش ويراء عامرة كلها شوفوا شوفوا الحجم ديلي يدي يراء عامرة بأكمالها ممكن أنكم تشريوها وقد تستعملوها لكم تومة وفي نفس الوقت تديروها للجرح ديلي كيجيو على مستوى الأرجل ديال الأرانيو كونوا متأكدين أنه مع المدة كتديروها لغيش مرة تالتان بيوم التالت كتحسو بذيك الجرح بذيك يلتائم يعني هادي مجربة مرام ديرين ها كيحاضرين هنا كيقولوا تليين يعني الجلد يعني هما ديرين ها الرجلين ديرينها ولكن الناس كيديروها حتى الجرح ديال الأرانيو ديال التهاب العرقوب اذا هادي حلقة يعني اي حاجة كنشوف الناس كيديروها يعني العادية اللي ممكن أن تكون متاحة كنوريها لكم هادي فازلين كيديروها التهاب العرقوب لها صالحة مئة بالمئة رخيصة في الثامن ممكن أنكم تستعملوها لكم والآن نبدأ لكم اذا ديال الحلقة ديالنا هادي نهار كنشكركم على التعاليخ طيبة ديالكم الناس ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا على زر جيم باش تسندونا وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا شكرا